السلام عليكم الحقيقة حديث الغرف المغلقة يبقى هو حديث الغرف المغلقة لا نهتم له وبالتأكيد نهتم للبيانات والتصريحات الرسمية والبروتوكولية ونعول على الحكمة والعقلائية العالية في الأداة السياسية وفي القرارات السياسية وكذلك في القطاب السياسي نحن في الحكمة نريد دائما أن يكون هناك تهديئة في الساحة السياسية نريد دائما أن يكون هناك عمل متواصل من أجل خدمة الشعب العراقي وأيضا البناء الصحيح في بناءات الدولة ومؤسساتها والتعالي عن لغة الشخصنة ولغة الخطاب المتشنج والزج بالشارع في تون حديث لا فائدة منه ولا جدوى وبالتالي نحن اليوم أمام مرحلة ومنحنا خطير في الساحة السياسية العراقية ويجب أن تكون هناك رؤية ستراتيجية توحيد ولحمة للمنظومة السياسية التي تكون لحمة مع الشعب العراقي بالتالي ردمل هو مع هذا الشعب نتيجة ما حصل في الماضي نطوي صفحة الماضي ونكون بمستوى المسؤولية أبدا أعتقد أنه كل الأطراف احتوت هذه الأزمة وهي أزمة مفتعلة أيضا من الخارج نعم كانت أدواتها داخلية ولكن بالنتيجة نحن لا نرتمي في أحضان الأجندات الخارجية ونقول بها ونفعلها في داخل الأروقة السياسية بل نقول بالواقع السياسي العراقي نقول بالفعل العراقي ونقول بالوطنية وهوية وتغليب الهوية الوطنية وتفويت الفرصة على من يحاول أن يدس السمة في العسل وأيضا يتلاعب بأوراق العملية السياسية بالتالي نحن ماضون في جهود حقيقية لبناءات دولة والبناءات حكومة قادمة تستطيع أن تحرك الماء الراكد وأيضا تبني اقتصاد حقيقي وكذلك تنفذ خدمات ومشاريع من جانب المواطن والشعب العراقي وهي تحاول أن تردم الهوى بين الطرفين هناك اجتماع قادم في يوم الخميس القادم مع رئيس البرلمان العراقي ورؤساء الكتل وأعتقد أن هذا الموعد سيحدد موعد الجلسة القادمة ولا بد أن يكون هناك إعلان يسبق هذه الجلسة لمسمى رئيس الجمهورية وكذلك لمسمى رئيس الوزارة لتنطلق لآليات الدستورية وفق رؤية مشتركة وفق رؤية صحيحة وفق رؤية تنهض بالقرار السياسي ولا تكون متخلفة عن ما نعيشه اليوم في ظل تداعيات أزمات كبيرة خارجية وداخلية يجب أن يكون هناك تعالي عن الأنا والمصحة الفئوية والحزبية والذهاب بعيدا تجاه مصحة الشعب العراقي وبناءات الدولة الحقيقية بالتالي لا يمكن بناء هذه الدولة وفق المشاحنات والمهاترات وفق رؤية متشنجة لا يمكن أن يكون هناك أداء متصاعد وردت المتصاعد للمنظومة السياسية ما لم يكن هناك تعاطي مع المرحلة بشكلها وبواقعها وقراءتها قراءة صحيحة نعم يعني الإطار التنسيقي ينتظر مسمى رئيس الجمهورية حتى ينطلق بأن يعلن عن مسمى رئيس الوزراء القادم وأعتقد أن هذا كما قلت وأسلفت أنه سيكون في غضون يوم الأربعاء الذي سيسبق الاجتماع وأعتقد أن الآليات سوف تكون واضحة وأن ما يصدر من بيانات من الإطار التنسيقي وجلساته المستمرة أعتقد هو في ظل تعزيز القرارات السياسية وكذلك البناءات التي يشتهد فيها من أجل أن تكون حكومة حقيقية ترى الواقع والنور وتكون في مصطحة المواطن ولا تكون في مصطحة الأحزاب والكينات السياسية التي ارتكزت إلى مصالحها كثيرا في ظل هذه المرحلة ولذلك رأينا هذا الابتعاد عن المدد الدستورية هذا هو في طور أن ينجز بشكل متكامل في غضون الأيام القادمة نعم أنا أم في صحة هذه المعلومات لا وجود لهكذا قرارات لا وجود لهكذا رؤية دائما نعم نحن خارج حوار الحكومة كحكمة لن نشارك فيها ولكن نحن نعزز الخوض في حوارات الحكومة وبناءاتها وكذلك البرنامج الحكومي وندفع باتجاه أن تكون هناك فعلا حكومة قوية قادرة على أن تنهض بالمرحلة وتحدياتها وأن تسعف الشعب العراقي وأن يكون متأملا لعطاعات مختلفة ومدخلات جديدة لتكون هناك مخرجات أفضل من السابق التعاطي مع المرحلة ضروري جدا أن يكون بواقعية العراق اختطت له القوى الخارجية أن يجب أن يذهب باتجاه الاستقرار ولكن هناك أعتقد من لا يريد ذلك للعراق ويجب أن نتعامل مع هذا بدكاء وحنك سياسية نعم شكرا جزيلا لكم